البداية زي ما قلت لحضراتكم مع فتيات الزهب الثلاثية وكالعادة الأهلي هو البطل وكالعادة الأهلي هو مصدر السعادة وكالعادة الأهلي هو بطل الصلاة أبطال فريق الأهلي لكرة الطائرة قدروا يحققوا اللقب الثالث هذا الموسم وفازوا ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي الشمس مبارح زي ما حضراتكم تفرجته 3-0 للمرة رقم 36 حققوا بطولة السوبر المصري مع بداية هذا الموسم ثم بطولة الدوري بالفوز على نادي الزمالك وفي مباراة كانت رائعة جدا الحقيقة من بطلات الذهب فتيات الذهب كل يوم الحقيقة بيكتبوا تاريخ جديد للقلعة الحمراء وتاريخ حافل بالبطلات والإنجازات إنجازات بتتحقق بعد عمل ومجهود رائع من كل المنظومة الرياضية في النادي الأهلي الحقيقة مجهود كبير لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي شغله الشاغل هو إسعاد جماهي للنادي الأهلي من خلال تواجد مدير للنشاط الرياضي باسم الكابتل خالد العوضي الحقيقة أنا بحي مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الاختيار الرائع الحقيقة من السنة اللي فاتت وزي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا 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 وحاجة رائعة فتيات الزهب الحقيقة يستحق مننا كل التحية وكل التقدير على هذه السلسية ولكن إن شاء الله القادم أفضل وسنظل دائما في ظهركو وحنفضل دائما معاكو في ظهركو كجمهور النادي الأهلي لأنكو بتبسطونا دائما من أول أصغر لاعبة لأكبر لاعبة زي ما حضراتكم عارفين كان مبارح يوم رائع جدا جدا استلم الأستاذ خالد مرتاجي أمين صندوق النادي الأهلي كأس هذه البطولة واحتفل مع بطلات الذهب أو فتيات الذهب زي ما حضراتكم شايفين وكان متواجد أيضا كابتن خالد العوضي ومعظم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وهنأ كابت الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هنأ فتيات الذهب الحقيقة على المجهود الكبير اللي عملوه خلال هذه الفترة وقال لهم أنه لسه وزي ما حضراتكم دائما متعودين معنا القادم دائما ما يكون أصعب إحنا في نهاية السنة إن شاء الله إن شاء الله نحصد تعب سنة بالكامل وإيه اللي حصل فيها كل التحية وكل التقدير لفتيات الذهب شكرا كابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني الجديد الحقيقة لهذا الفريق شكرا بطلات النادي الأهلي شكرا مجلس إدارة النادي الأهلي شكرا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وكالعادة أو قبل كل ذا شكرا جمهور النادي الأهلي العظيم ودائما فتيات الذهب يحققنا أو يحلقنا بطائرة النادي الأهلي في سماء البطلات والإنجازات معنى سنتجازة النادي